في خطوة تعكس تضامن الأسرة فيما بينهم عاد 900 أسير في سجن عوفر وجبة طعامهم نصرة لثلاثين أسيرا أضربوا عن الطعام قبل 12 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر توقع أن ينضم عدد جديد من الأسرة إلى الخطوة التضامنية في السجون الأخرى قبل أسابيع أو أشهر معدودة كان الأسرة على وشك الإضراب مفتوعة عن الطعام وحددوا الخطواتهم وقال أنه رح يبدأ في الإضراب ألف أسير ورح يتبعوا مئات الأسرة الآخرين أيضا إدارة السجون خشي من أن يمتد هذا الوضع لعدم سيطرتها لبوا مطالبهم هل منعرفش شو بصير بكرة؟ ممكن أن ينضم العشرات إلى المضربين عن الطعام وممكن تنضم المئات من السجون تضامن معهم هذا مرهون في وضع الحركة الأسيرة رفضا للاتهامات والوصف المهين التي وجهها محافظ نابلس لمهات الشهداء نظم عشرات الفلسطينيين تظاهرات وسط مدينة نابلس المحافظ وصف الأمهات بالشذوذ لإرسالهن أبناءهن إلى الموت والانتحار الأمر الذي أثار حفظة الشارع الفلسطيني مطالبين بإقالته من منصبه ما في حدا بهالدنيا بيقدر يزاود على أم الشهيد أم الشهيد لازم تنحط على فوق الراس وتتكرم مش تنهان وتعقيبا على هذا الكلام على تصريح محافظ نابلس إبراهيم رمضان أنا بحكي له راجع حالك وإحنا ما بدنا منك أي اعتذار إحنا بدنا تردلنا اعتبار بأنه يستقيل من منصبه لأنه منصبه هذا أجاب من وراء أهالي الشهداء من وراء الشهداء مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة أعلنت ثلاث قوائم عربية منفصل خوضها غمار هذه المنافسة بعد تفككها هذا وكانت الأحزاب العربية قد حققت حين توحدت في قائمة واحد عام 2020 على 15 مقعدا كانت قد حققت أكبر إنجاز منذ انتخابات الكنيسة الأولى عام 1949 مشهد ضبابي يخيم على مستقبل التمثيل العربي في الكنيسة بعد تفكك الأحزاب ففي ظل وجود ثلاثة أحزاب متنافسة ستفتت الكتل التصويتية وتوزع على الجميع ما سينعكس على عدد المقاعد العربية في الكنيسة بل وأيضا على نجاح الكتل السياسية بالوصول إلى نسبة الحسن الواقع العربي اليوم في دولة الاحتلال يشير بأن نسبة السصويت ستكون منخفضة وفي ظل وجود ثلاث أحزاب عربية تتنافس فإن من المتوقع أن يكون هناك ربما حزبين خارج المعادلة واللعبة السياسية بمعنى أن حزب واحد سيبقى والمرجح أن الموحدة بقيادة منصور عباس هي من ستبلغ نسبة الحسن فيما المشتركة والتجمع بعد انفصالهم لا أمل لهم كبير بالبقاء في الكنيسة ولكي تزداد الأوضاع تعقيدا ترتفع في الآونة الأخيرة وقبيلة الانتخابات بثلاثة أسابيع فقط الأصوات العربية المعارضة للمشاركة بالعملية الانتخابية بسبب وعلى حد تعبيرهم فشلت الأحزاب العربية عبر الأعوام من تحقيق إنجازات قومية ومدنية للفلسطينيين الجديد في الساحة العربية أن هناك أصوات قوية بتأت تتحدث عن جدوى المشاركة وهذا عنصر مهم وبات بعض رموز السوشال ميديا تحدثون بقوة في هذا الجانب وهناك من التعليقات والمتابعة ما نقوم به بالمتابعة في أوساط التفاعلات الشعبية بأن هناك تجاوبا حقيا بالتساؤل عن الجدوى ودور القيادة في أهمية إبراز المظلومية العربية في الداخل المحتل لم تنجح الأحزاب العربية بالحصول على عدد مقاعد كبير إلا حين توحدت بقائمة واحدة فتمكنت من تحصيل 15 مقعدا من أصل 120 فما كان من الاحتلال إلا أن يعمل بخطوات مدروسة على تفكيكها لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية رفض الاحتلال الإسرائيلي اليوم التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية مسؤول لدى الاحتلال أعلن رفض رئيس الوزراء يائل بيط طلبات المراجعة وأنهم لن يتنازلوا عن مصالحهم الأمنية والاقتصادية وأن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هددت جماعة حزب الله اللبنانية منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش أعلن التيار الصدري في العراق اليوم عن تجميد عمل فصائله المسلحة ومنها سرايا السلام في جميع المحافظات العراقية عدى محافظة صلاح الدين صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار والمعروف بوزير القائد قال إن تجميد الفصائل جاء من أجل درء الفتنة في محافظة البصرة مطالبا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالوقوف بوجه الميليشيات المسلحة الأخرى التي اتهمها بالإرهاب ومحاولة إثارة الفتنة حسب قوله قتل رجل تايلندي عائلته ثم انتحر بعدما هاجم وقتل خمسة وثلاثين شخصا بينهم ثلاثة وعشرون طفلا بمسدس وسكين في حضانة أطفال في شمال شرق تايلند السلطات الأمنية التايلندية قالت إن منفذ الهجوم يدعى بانيا كامراب وهو شرطي سابق فصل من العمل بسبب تعاطيه للمخدرات فيما لم يتضح بعد الدافع وراء جريمته حتى الآن رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأمر جميع الجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم للجرحة بشكل عاجل وصفا ما جرى بأنه حدث صادم منحت جائزة نوبل للآداب اليوم للروائية الفرنسية أني إرنو وفق ما أعلنت الأكاديمية السويدية أني إرنو كاتبة معروفة بمؤلفاتها ذات الأسلوب السهل الممتنع وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة من العمر 82 عاما بما أظهرته من شجاعة وبراعة في اكتشاف الجذور والبعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية ووصفت إرنو فوزها بالجائزة أنه شرف كبير ومسئولية كبيرة أعطيت لها من أجل الإنصاف والعدالة تستمر فعاليات معرض رياض للكتاب الدولي الذي انطلق في التاسع والعشرين من شهر عيلول الماضي وهذا المعرض يعد واحدا من أهم معارض الكتب العربية من حيث التنظيم والزوار وتنوع البرامج ومشاركة دور النشر العربية والإقليمية والدولية نقتبس ونتصرف من لا يقرأ يعيش حياة واحدة حتى لو اجتاز السبعين ومن يقرأ يعيش خمسة آلاف عام هنا أبدية أزلية هذا مدخل للحديث عن معرض دولي للكتاب آلاف منها تحيطك لا وقت لتحديد الاتجاهات فالهدف قضاء الوقت الأكبر بينها أبدية أزلية حياة القارئ وشعارات كثيرة رافقت جدران المعرض الدولي للكتاب الذي يقام سنويا في مدينة الرياض هالسنة كانت تاني سنة مشارك فيها بمعرض الرياض الأقبال ما شاء الله والمعرض كبير والتنظيم حلو ونتأمل أنه يظل هيك على مستوى الأيام كلها دور النشر الآن أصبحت السعودية أصبحت هي في المقدمة دور النشر على مستوى الوطن العربي وهذا شيء مناسب كذلك الجمهور السعودي هنا أو القارئ السعودي أصبح من أهم القراءة على الوطن العربي في البحث والقراءة أو من خلال تقييم الكتب واختياراتها وكذلك الأدباء الآن أصبح الأدباء مو بس أنهم يهتمون أنهم يجون المركز أو معرض الرياض يتسابقون لتقديم الأعمال بتاعتهم لا أصبحوا يأتون للبحث على دور النشر السعودية لينشروا من خلالهم الأعمال بتاعتهم أهمية المعرض خلال تجوالك تتجلى لك باهتمام الشركات والمؤسسات والأفراد والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة هذا الكم الهائل من دون نشر المشاركة والكثير من المؤسسات الثقافية الموجودة وهذا العدد الهائل جدا من الزوار أنا أعتقد أن هذه الدلالة على أن معرض الرياض يكتسب أهمية كبيرة جدا في خارطة المعرض العربية يقدم معرض الرياض الدولي الذي انتظمت فعالياته هذا العام من التاسع والعشرين من أيلول الماضي وحتى الثامن من تشرين أول الحالي تنمية وريادة ودعوة للقارئ العربي لزيادة الشغف والوعي والثقافة العربية من خلال اقتناء المصنفات الثقافية والأدبية والتعليمية ترجمة نانسي قنقر